الخضر والفواكه مواد ضرورية في كل مطبخ إدماجها في النظام الغذائي يجعله صحياً ومتوازناً ولذيناً كذلك في نصيحة خضراء سنتعرف على الطرق الصحيحة للاحتفاظ بالخضر والفواكه لأطول مدة ممكنة دون أن تفقد قيمتها الغذائية أو حتى دون أن تتعرض للتلاف السر في نصيحة خضراء لكل نوع من الخضر والفواكه موسمه الخاص قبل اختفاء هذه الأنواع تلجأ العديد من ربات البيوت لتخزينها تجميد الخضر والفواكه من أكثر الطرق شيوعاً للاحتفاظ بها لمدة طويلة لكنه يجب أن يتم بشكل صحيح حتى لا تفقد المنتوجات قيمتها الغذائية أو تفسد بسبب سوء التخزين إذا أردت الاحتفاظ بالخضر نصف مطبوخة احرص على عدم وضعها ساخنة أو دافئة في المجمد مباشرة بعد الغالية ستتأثر جودتها ويتغير طعمها ضعيها في الماء البارد أولاً جفف الخضروات جيداً قبل وضعها في أكياس التجميد إذا أردت الاحتفاظ بكميات كبيرة من المنتجات قسميها على عدة أكياس واستعمل كيساً واحداً في كل طبخة عملية التجميد والإذابة المتكررة قد تفسد الخضروات وتفقدها قيمتها اعلمي كذلك أن ازدحام المجمد بالأكياس المعبأة يقلل من توزيع البرودة بشكل مناسب ضع ملصقاً على كل كيس ودون فيه تاريخ تجميده يستحسن البدء باستهلاك المنتوجات المجمدة مذبدة طويلة جمد الخضر في بداية موسمها ستكون طازجة وأفضل مذاقاً أفرغ الهواء من أكياس التجميد حتى لا يتفعل مع الخضروات فيتغير مذاقها المدة المناسبة للاحتفاظ بالفواكه المجمدة هي عام على الأكثر أما الخضروات فلا يجب أن تتجاوز ثمانية عشر شهراً عند فك التجميد ضع الأكياس في الثلجة حتى الذوبان ولا تضعها في حرارة الغرفة